تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 158 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 193 طن مواد غدائية وغير غدائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 122 طن السلع غدائية كما تم ضبط نحو 45 طن في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية وفي مجال استيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 17 طن السلع غدائية مدعمة أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 315 قضية من بينها 75 قضية خبز ناقص الوزن و93 قضية خبز غير مطابق للمواصفات